السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا يوسف محمود من جروب ستة وعشرين تحت اشراف دكتور عبدالباري برينس وهنتكلم النهاردة على سوفتوير. طيب في الاول لازم نعرف ايه هو التول او ايه هو باختصار شديد ده هو بستخدمه ان انا اعمل اه او اعصمم بي سي اه زي ما عارفنا او عارفين من الترم ده في ان دي اه حاجة مهمة جدا ومنتشرة جدا في مجالات الجيناتكس والاا مش بس كده لا ده انا كمان ممكن استخدم ده ان انا اعمل بي برايمارز استخدمها في حاجات تانية غير زي التهجين او وان انا اعمل سيكوانسنج برايمارز اللي دي اني استرانز طيب هنتكلم على نفسه اا قلنا ان الان هو 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 بيعمل ايه هو مجرد ان هو بيساجست او بيقترح برايمارز لآ او لابليكيشنز كتير آآ بي سي ار ابليكيشنز يعتبر يعني زي مثلا ان انا اعمل من دي ان ايه اللي هتساعدني في او في التهجين او ان انا اعمل معين من سينجل نيكلوتايد علشان حاجة اسمها ان انا اكبر معين اخلي منه يعني اخليه كتير او عدده كتير طيب ايه هو البرائمر اصلا البرائمر ده بيبقى بيستخدمه في زي قلنا من اول لحد بس الفكرة فيه ان هو بيبقى طيب بناعنا على ايه او بيبقى او بصنعه للسايت اا اللي هيمسك فيه على اللي انا هعمله اا اللي انا عايز اعمله مسلا او اللي انا عايز ادخله في بي سي ار اا في بي سي ار ابليكيشن اا معين يعني مسلا لو انا همسكه في صايت على ده مسلا مسلا يعني يكون تي سي جي اي مسلا فبالتالي لازم يبقى البرائمر اللي هيمسك في في الريجون بتاع التمبلت ده او الصايت اللي على التمبلت ده يبقى يعني لو الاي بقصدها تي لو الجي بقصدها سي وهكزا عشان عشان البرائمر نعرف نعمل على الالدن سي كونس طيب ليه البرائمر دي مهمة مهمة ان هي بتعملي ليאן يعني ايه يعني من الاخر هي اللي بتحدد لي ان الية ده هينجح ولا مش هينجح على حسب ايه على حسب جاودة ده والله لو كان البرايمر متصمم كويس ومتصمم للنوع ده مسلا من---- فباستخدملي نوع معين من فبيتشا فبالتالي النتيجة اللي هتطلع من الPCR هتبقى النتيجة اللي انا عايزها ومش هيبقى فيها اخطاء كتير وتعتبر يعني النتيجة الصحة او النتيجة اللي مفوضة لPCR يطلعها طيب لو العكس لو البرايمير ده مش هو بتاع مش هو بتاع الرياكشن ده او اا مش مناسب ليه فبالتالي طبعا الPCR عوركستيربل او النتيجة هتطلع مش اسبيسيفك ومش النتيجة اللي انا عايزها طيب فيه رولز ااا عامة كده ان انا اصنع بها اول حاجة وهي اللنث لازم اللنث يبقى مناسب آآ بالطول المناسب بتاع اللي هنعرفه آآ دلوقتي بحيس ان هو ما يكونش ولا فهيعمل لي مشكلة او فهيعمل لي مشكلة طيب لو كان هيعمل لي ايه هيعمل لي او مش هيبقى في يعني هيبقى فيه اخطاء ما اجعمل او ما اجعمل طيب لو كان هعمل لي مشكلة تانية ان ممكن او ما بين البرايمر والسايت بتاعه على يحصل في مشكلة يبقى ضعيف من كتر ما هو طويل ويحصل حاجة كمان ان هو يحزن لي حاجة اسمه او نفسه يمسك في بعض يعني بدل ما يمسك في السيكونس بس لا ده هيمسك جزء ممكن يمسك في السيكونس واجزاء تانية ممكن تبقى بعض على نفسه يمسكه في بعض طبعا ده مش كويس ده هيضيع لي وقت وهيضيع لي طبعا لان انا انا سهل اعمل برايمر بس مش 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 حاجة رخيصة او حاجة بيعني يعني بسيطة قوي كده ان انا اعمل برايمر لا ده بيحتاج فلوس فلوس كتير وطبعا فهقعد اهلك في برايمرز بقى لو انا كل شوية عمل اعمل برايمر اغلق برايمرز فهقعد اهلك في اعمل بتاعي ممكن ما يتمش طيب ايه الطول المناسب بتاعه بيبقى حوالي من سبعتاشر لتمانية وعشرين اه بيز كطول ولا يقل عن كده ولا يقل عن سبعتاشر ولا يزيد عن تمانية وعشرين عشان ما يعملش المشاكل اللي احنا لسه قلم طيب الطول ده بيديني يعني بيديني ربع فرصة او نسبة الخطأ يعني بتاعته بتبقى ربع فرصة ان هو اه ما يمسكش يعني حاجة بسيطة ربع فرصة ان هو ما يمسكش في اللي هو المفروض يمسك فيها في وممكن وكمان بيديني واحد على ستاشر فرصة ان هو كمان يمسك في بعضه ممكن لو هو الطول مش مناسب او في مشكلة في الطول يحصل كمان ان يحصل داي نيكلوتاتز الجنب بعض يمسكو في بعض بدل ما يمسكو في الكمبيلمنتري بتاعهم ودي طبعا حاجة ورد تحصل بس لو انا ضابط الطول نسبة انها تحصل قليلة او واحد على ستاشر طيب او حاجة تانية بقى ان كلهم ممكن يمسكو في بعض يعني ممكن اربعة بسيطة كده جنب بعض يمسكو في بعض بس دي طبعا فرصة قليلة جدا جدا وان اوور 256 طبعا لو انا ضابط الطول لو مش ضابط الطول ممكن النسبة دي تزيد يعني تزيد يعني ايه يعني الدي نمريتور داي يقل يعني مسلا بدل ما يبقى امتين ستة وخمسين يقل الامتين يقل السبعين نسبته تزيد ان هو يحصل ودي طبعا بتحصل كل فين وفين بتحصل في كل وفور بليون بس بير دا مش رقم هاين دا دا ممكن يكون يعادل الهيومان جينوم او الحجم بتاع الهيومان جينوم فلو انا ضابط اللينس بتاع البيزز اللي في البرايمر هيبقى دي النسب بتاعته نسب الخطأ ونسب ان هو ينجح طبعا لو ما ضابطتش النسب دي ممكن تتغير طيب التاني حاجة هنتكلم عليها غير اللينس في الجنرالوس طبعا هو الكمبوزيشن ممكن لازم يبقى يحتوى الايه لازم من خمسين لستين في المية من اللي في البرايمر تبقى جي سي تبقى جي سي ليه بشكل مختصر عشان هنجيلها كمان في حتة بعد كده ان الجي والسي يعني لو انا البرايمر عندي جي فهمسك في سي لقصاده او عندي في البرايمر سي فتمسك في جي لقصادها على الفرن المسك بتاعتو بتبقى زي ما احنا عارفين ان هي في بتبقى اقوى او شديدا هي لازم اكتر علشان الانيلين يبقى طب التالت حاجة نقطه اللي احنا برضو شابه النقطة اللي احنا يتكلمنا فيها ان انت في اي سيكونا ما سي سي كونس عاماتن بيبقىFA 3' end و 5' end. 3' end بتاعته لازم تبقى يعني تكتر فيها الجي و السي اكتر. ليه؟ نفس السبب اللي قلنا فوق. علشان الجي و السي احنا فوق قلنا انه يبقى نثبته عن متى مفيه جي و سي كتير. طب في الاخر بتاعه في 3' end بتاعته لازم بقى فيه جي و سي كتير. ليه؟ علشان الجي و السي زي ما قلنا انه هما بيمسكوا بثري هيدرجن بونز فبتبقى المسكة قوية والانيلين قوي. بزود الإشفيشنسي بتاعت البرائم. واخر حاجة لازم تزبط الملتن سي لتمانين باكويجن كده. آآ تحت هي اللي هي ان انت بتآآ بتآآ في في ال جي و سي آآ كومبوزيشن بلاس تو في الاي والتي كومبوزيشن. طيب. ايه المشاكل اللي ممكن تحصل ليه في البرائمير ديزاين هما مشكلتين وقلناهم من شوية. انه يحصل آآ آآ او اللي هو زي ما قلنا لو لو ممكن يمسك في بعضه ما يمسكش كمان في التمبلت بس. طيب او ايه كمان او انه يبقى عندي جي و سي كتير في الاخر فده بيبروموت المس برايمير. انه هو كمان ممكن البرائمير بقى ساعتها يمسك اوي و مايفكش. في في او او معرفش اعمل بعد كده العملية اللي طيب بعد كده اللي هو انا كنا بنعمل دي ناتي ريشن و اكستنشن ممكن يحصل مشكلة وانا بعمل اكستنشن. ده لو بتكلم على بي سي ار اكستنشن. طيب. بجيب البرائمير زي منين? آآ آآ على سوفتو اير نفسه في حاجة اسمها البرائمير بنك. دي بقدر اجيب بيها البي سي ار برايميرز اللي بستخدمها في كذا اه اللي بستخدمها في كذا من ضمنهم طبعا وكذا في الريل تايم. طيب. ايه بقى اول حاجة الاس ان بي جينو طايبين ودي ميسود بايدنتفاي بيها جيناتك آآ رادياشن آآ في ال اه في ال اه آآ سامبلز. وضعا بستخدم فيها آآ فبالتالي بقدر يصنع لي البرايمير المخصص للبي سي ار ري اكشن ده. طيب تاني حاجة ودي حاجة احنا ممكن نكون نعرفنها اللي هي الريل تايميرز اللي بقدر يصنع لي البرايمير المخصص للبي سي ار ري اكش دا او الحاجة لبي سي ار. فالبرايمير سي سوفت وير. بيقدر يصنع لي برضو البرايمير المناسب. الده او الريل تايم بسي ار طيب بعد كده. حاجة اسمjek ودي ودي بتبقى ممكن ان انا بعمل من الجينوم. فبالتالي يقدر برضو يصنعلي البرايمر المناسب للPCR ده طيب رابع حاجة والMicro Satellite Analysis دي بتبقى الاختصار بتاعها حاجة اسمها STR او Short Tandem Repeats ودي بتبقى يعني تكرارات من وبتبقى بزمن معين او بالتزامن يعني عشان كده سمناها Short Tandem Repeats طيب باستخدمها في ايه؟ باستخدمها في حاجة اسمها Genetic Profiling و Population Genetic Studies فيه طبعا دراسات السكان وان انا اعمل Profile لكل جين واستخدمها طبعا فبالتالي اعمل Profile لكل جين هتساعدني لو انا مثلا في دول بعضة مثلا امريكا والدول الاوروبية كلها عاملها حكاية Human Genome ده ان الجينوم بتاع كل مواطن في الدولة متسجل في Genome Bank او المشروع الجينوم ده اللي بدأ يطبع عندنا في مصر فاللي بيساعدني في ده الPCRBs Application اللي بيساعدني في موضوع Population Genetic Studies ده هو Micro Satellite Analysis اللي بالتالي اللي بيساعدني فيه Primer Series وفتوير انه يعمله البرائمر المعين في الPCR ده اخر حاجة Site Directed Mutagenesis وده دي method باستخدمها اننا اعمل Introducing Specific Mutation في DNA Sequence فبرضو كل دي حاجة اسمها PCRBs Application بيساعدني فيها Primer 3 Software انه يعمل لي البرائمر اللازم لكل PCR من ده بس في النهاية يعني ان Primer 3 Software ده عنده من Application في الGenetic Research واقدر استخدمه في فرايتي من الPCR Application ما ذكرنا باستخدمه باستخدمه طيب اما بخش على الويب سايت بعمل ايه؟ عمتا هو كله او طول كله ما فيه كذا فيه كذا ويب سايت فيه منهم وده اللي انا اواخد بتاعته وفيه لو انا اواخد هنا عشان ممكن تبقى شوية بيبقى عندك بالشكل ده اول حاجة بتحط عرفنا من P-Informatisation ان بيبقى كل حاجة اسمها فبتحط بتاعها بتحط بتاع 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 ساة بعدين بتحدد بتاع بعدين بتحديد وتحسب ازاي وهنا بتحدده بتحط اماكن لو انت هتعمل لو السيكونس اللي انت جايبه ده من واخر حاجة بتحط بيبقى فيه بلاست عمتها عشان كده سام لأي فولس برودكت واخر حاجة بتشو ريزلت وتدوس تحت كده مكتوب دب بشكل مختصر بس كده كنا جروب 26 وكان معاكم يوسف محمود وشكرا